طيب الفريق هيستعد ازاي في الايام اللي جاية؟ هل الفريق كان بقاله فترة الجهاز الفني تركيزه على المباراة المحلية بس؟ طبعاً لكن كان فيه شغل للسكاوتينج على مباراة الترجي وتم تحضير عدة تفاصيل خاصة بمباراة الترجي وفي الفترة اللي الاهل يلاقف فيها مباراة محلية كان الترجي بيلعب فيها ايضاً مباراة محلية في الدولة التونس حتى بالامس الترجي كان بيلعب مع النجم السحل والمباراة نتهي الثلاثة اثنين وكانت مباراة مثيرة جداً وكان فيها ايضاً اخطاء تحكمية من الطاقم التونس اللي كان بيدير اللقاء ولكن انت دلوقتي داخل على مباراة الفايلل ونقدر نقول بإذن الله ان شاء الله مش هيكون عندها غيابات كتيرة عكس ما كانت موجودة في مباراة مازينبي او في مباراة سيمبا في الفترة اللي فاتت نقدر نقول يعني امكانية سفر عمر السلية واحمد عبدالقادر مع الفريق يوم اللاربع خمسين خمسين بكرة هيكون في تدريب جماعي هيبدأوا المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي بس هل ممكن يسفروا مش محسومة بنسبة مئة في المية نقدروا خمسين خمسين طيب محمد الشناوي وقاليو ديانج التأشيرات وامور الخاصة بالرحلات الخاصة بالاهلي في لقاء تونس او لقاء الترجي في تونس كل اللعبة تم انهاء الاجراءات الادارية سواء التأشير او التسكين بفند والاقامة كل ده تم الاتفاق عليه فإمكانية استحاب محمد الشناوي وقاليو ديانج عايز اقول لكم واردة بنسبة تتخطى التسعين خمسة وتسعين في المية لان انت في النهاية ممكن تسافر بثلاثة وعشر لعب او خمسة وعشر لعب لكن هناك هيبع عندك قيمة عشرين لعب حيض عشر اساسي وتسعى لدك الدولاء فإمكانية التواجد الشناوي ديانج بإذن الله ان شاء الله تدريب بكرة وتدريب بعد بكرة يمر بسلام ما فيش اي مشاكل او اصابات وارد جدا يكونوا موجودين بإذن الله في رحلة الاهلي الى تونس ان شاء الله يوم الاربع وده شيء مهم جدا بالنسبة للفريق خلال الفترة اللي جاية لان طبعا عناصر الخبرة مهمة جدا في مثل هذه المباراة الكبيرة السؤال اللي بيطرح على طول انا دايما مش بحب ناشو ولا هتكلم فيه الشناوي حارس مصر الاول ومصطفى شوبر حارس وعد تقلق وطعملق في المباراة الاخيرة واثبت بما لا يدع مجالا للشك انه جدير بحراسة مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر ايضا في المستقبل فهي مشكلة لذيذة بالمعنى الفني اللي ممكن اي مدير فني يعلق عليها مشكلة لذيذة عندي حارس اساسي وحارس جيد جدا فبالتالي الاهلي معندوش مشكلة في مركز حراسة المرمى وعلى فكرة انا ده نفس الامر ايضا في الترجي بس الاعلام التونس بيتناولش الموضوع بالشكل ده عكس الاعلام المصري ترجي عنده امان اللامة ميش حارس عنده عشر سنة اصغر من مصطفى شوبر باربع سنين مواليد الفين وعنده الحارس الاحتياطي معز بن شريفية الحارس الاساسي اللي كان حارس للترجي على مدر اكتر من عشر سنين وحارس للمنتخب التونسي فان شاء الله بإذن الله يكون الشنة وقالي وديانج موجدين طيب في وفد من الترجي التونسي موجود في القاهرة بقاله اسبوع ناس كتيرة مش واخدة بالها من التفاصيل دي الترجي بيحضر للاهلي بقاله اكتر من اسبوع وحضر ما لا يقل عن مباراتين تلاتة للاهلي في القاهرة وفي بلدية المحلة مطش بلدية المحلة اللي تلعب في غزل المحلة فريق من السكاوتينج مع فريق من الجهاز الاداري موجودين في القاهرة بقالهم اسبوع حجزوا كل الأمور المتعلقة بالإقامة التنقلات ملاعب التدريب كل الأمور اللوجستية الخاصة بفريق الترجي حتى الاجتماعات اللي هتم على الاتحاد الافريقي كانت موجودة في الساعات الماضية مع مسؤولي الكاف حتى في مقر الكاف في 6 أكتوبة فالناس محضرها نفسها من بدري وموجودين من بدري وبعتوا طاقم سكاوتينج للتحليل الفني حضر مباراة للأهلي هنا حضر مباراة للأهلي في برج العرب وكانوا موجودين في مباراة بلدية المحلة فالناس بتتابع الأهلي مش بقولك بقى من خلال الاستيديهات والسكاوتينج والهاي لايتس لا ده حتى من خلال المباراة وعن كرب فالترجي بيحضر كويس جدا لمباراة النادي الأهلي طيب الأهلي هيستعد ازاي لهذه الجزئية النهاردة بإذن الله الكابتن خالد بيبو والكابتن سامير عدلي خلال الساعات دي خلاص بيستعدوا للصفر إلى تونس عشان يحضروا كل الأمور الخاصة بالإقامة بالتنقلات باستقبال الفريق يوم الأربع حوالي الساعة 12 بالليل بتوقيت القاهرة كل الأمور دي النادي الأهلي بيشتعل عليها بدائم من النهاردة وفيه صفر للكابتن خالد بيبو مدير الكورة والكابتن سامير عدلي المدير الإداري ده جانب اشتركوا في القناة